وفيه طبعا علاج دوائي ممكن ما شاء الله يعني عامل طفرة في علاج الأمراض الجلدية معظم الأمراض مش عايز أقول اسمه يعني بس ده بيتاخد لمدة مثلا من 6 إلى 8 شهور ممكن يوصل لسنة نتائجه يعني ممكن يعالج حب الشباب بلا رجعة بس الأول أول نقطة لازم نتكلم فيها أن احنا نعرف السبب عشان نقدر نعالج يعني تكايس المبايد يقدر يعمل تساقط شعر ويقدر يعمل حب شباب فأنت لازم الأول تشخص المشكلة عشان تقدر تعالج دي أول نقطة نتكلمت فيها فيه بقى احنا ليه بنعالج حب الشباب أول ما بيجي بنعالجه عشان سبب واحد بسيط جدا أنه هو ما يسيبش أثار حب الشباب لأن أثار حب الشباب علاجة أصعب كتير من حب الشباب نفسه بتاخد وقت كبير وجلسات كتير جدا يعني بنعمل حاجة اسمها في الجلسات يعني ممكن جلسات حاجة اسمها تسليك حقن بلازمة يعني ميزو سيرابي درما بين ليزر فراكشنال ليزر جلسات كتير جدا جدا عمليات كمان عشان نقدر نعالج أثار حب الشباب يعني إحنا مبدئيا بنعالج بأدوية وبعد كده بيجيزي ممكن أدوية بسيطة مع روتين فيه ناس أصلا بتستخدم حاجات كتير مش مناسبة لبشرتها يعني أنا ماينفعش أكون بشرت دهنية واستخدم بنسينولة ده خطأ شائع جدا ده بيزود أصلا الدهون بتاعت البشرة أكون بسعن بحط فاونديشن أو حاجات سيئة جدا فبتقفل المسام بنام بالحاجات دي فبتسد المسام فطبيعي هتطلح حبوب بمشي في الشمس وأنا بشرتي حساسة للشمس من غير واقع شمس فطبيعي جدا طلح حبوب إحنا عادتنا أولا الغذائية كلها غلط عادتنا الصحية كلها غلط النوم في مشاكل يعني هتلاقي الأسباب كلها بسبب الاسترس بتاع الحياة إحنا مضغوطين وبنجري وبنشتغل وكده فما بنهتمش بنفسنا ولا ببشرتنا ولا بأكلنا فطبيعي لأن ما هيكل أكل فيه دهون كتير هتطلع على جسمي وعلى وشي عشان كده أول حاجة احنا بنصبط دايت مع العين نقوله تزبط الأكل بتاعك ابعد عن المقليات ابعد عن الشطة ابعد عن الشوكولاتة الحاجات اللي هي منتجات الألبان الحاجات اللي ممكن تضر بشرتك لازم نبعد عنه يعني البشرة بتعتمد اعتماك كلية على العورد الداخلية وصحة الإنسان طبعا كلما الإنسان تكون صحته أحسن كلما تكون بشرته أحسن بشرتك